اشتركوا في القناة فيما يلي تصحيح الواجبات التي ترجمتمها من الإنجليزيات إلى العربية سوف نبدأ بهذا النص الأول الذي عرضناه من قبل وضعنا بعض التصحيحات التي عليه ونريد أن نناقشها معا بداية لدينا having worked الترجمة الصحيحة بما أنني دليل عن أن المترجم قد انتبه إلى البناء المعقدة في اللغة الإنجليزية بما أنني فمعنى ذلك هناك شيء يرتبط بها وضع المترجم كلمة أخبيركم وهو شيء صحيح مئة بالمئة وما هو الطبيعي ما هنا الآن الاتداء فأين الخبر هل الخبر موجود أم لا نحن نهتم بهذه الأشياء الفنية من الترجمة إذن ما هو طبيعي فعله إذا اعتقد مدير المطار مع أن الزبون محتال هو الاتصال بشرطة هو والاتصال هذه هي إذن أعوام للربط الأساسية في الترجمة وهي عوامل جيدة موجودة لدينا في هذه الترجمة نلاحظ من خلال القراءة أنه لا يوجد أي اختلاف في المعنى عن النص الأصلي لذلك لم نصلح كثيرا يبقى الأسلوب كل شيء مترجم بأسلوبه الذي يعمله لا فهم من أجل ذلك نكتب إذا أردت نكتب ودرجة العادة في مطعمنا على فعل الشيء الفلاني أنت حر طبعا إذا لم ترد ذلك لذلك معظناها consider معنى أخر خيار آخر فيما يتعلق بغاس الأطباق هل تحب أن تذكر مثلا غاسل الأطباق اليدوي على اعتبار أن هناك الغسيل الأطباق يكون في المطاعم بطريقة آلية نحن نفضل لذلك لأن هذا المعنى الضمني ولا أيضا هناك لدينا كلمة ديش واشر بمعنى آخر ديش واشر يعني المقصود بها غاسلة الأطباق يعني غاسل الأطباق الشخص غاسل الأطباق ليس لا يستخدم في المطاعم إنما تستخدم الماكينة على كل حال الترجمة جيدة لا يوجد عليها أي خلاف ولا نريد أن نخربها ننتقل إلى النص الثاني وتعلق بغورباتشوف أيضا نلاحظ أن الترجمة ليست فيها أي مشاكل لم نصلح عليها كثيرا أيضا لم يحقق غورباتشوف ما بدأ به كقائد سوفيتي هو نفس المعلومات الموجودة في الأصل لا يوجد فيها أي مشكلة لكن أنا نعتب عليكم أحيانا في بعض الأخطاء المطبعية كما نجد في الخطوط الحمراء التي توجد هنا غيرنا فقط في بعض الأحيان على عالم بأجمعه وضعنا هنا أيضا ملحوظة إذا أردتم أن نحي إسلوبية الإسلوبية لا نتخل بها نقترح والمترجم هو حر بقبول الاقتراحة مع عدمه ليس من الضروري أن نجد الأخطاء أو نخترعها في الواقع نص خالي من الأخطاء وأنا أجده جميلا جدا أنهت الأقتسام الذي شهدته هذا طبعا صحيحة حيادية وهو المطلوب أن تكون حيادية إذا أردنا أن تكون غير حيادية نقول مزقت أوروبا على سبيل مثال إنقسام الذي مزق أوروبا لكنه ليس مطلوبا مننا الآن لأنه حيادي النص حيادي طبعا ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها evident يعني ما زال ظاهرا للعيان reminders يعني هناك أشياء تذكرنا به وكلمة dot معناها نقطة لكنها هنا جاءت بمعنى الفعل dot يعني مبعثرة موجودة في كل مكانك النقط يعني مليئة فيها باريس هذه إذن كلمة dot و dot كما قلنا تعني نقطة لكنها هنا تستخدم فعل يعني آخر يعني مليئة وهنا لدينا جملة اعتراضية ليس من الضرورة أن نتقيد بهذه العلامات والإشارات الإنجليزية بالعربية يعني لا بأس من التحرر من هذه العلامات centerpiece يعني هو المعلم الأساسي which was built to commemorate his victories إحياء لذكرى انتصاراته his spirit pervades the constitution روحه ما زالت موجودة في الدستور أعتقد هذا الكلام مفهوم للغة العربية حتى لو تلزمنا به حرفيا الجمهورية الخامسة القانون الأساسي للدولة أو للبلاد اسمه قانون نابليون وهو يعني معنى آخر الدستور القانون الأساسي في هذه الفقرة كان أيضا لم نجد كثيرا من التغييرات التي يمكن أن نعملها على النص لكننا سوف نغير بعض الأشياء البسيطة فـ Uniform State Regulated System of Education Persist مثلا هنا كان هناك خطأ في الترجمة فيها Uniform لأنها تعني الموحد وليس تعني الزي كما كان ويعني يعتقد البعض في بعض النماذج عطيناها لبعض المتدربين يظنوا أن Uniform عنها الزي المدرسة وشيء من هذا النوع Cultivated Ground المقصود فيها يعني ما هذا الطريق أمام الشيء Revolutions يعني هي الثورات في القرن التاسع عشر أما بنسبة اليوم فأثر قانون نابليون ما زال بارزا أو مظاهرا بالأحرى في قانون جميع الدول الأوروبية بقية تأثير نابليون واضحا في فرنسا حتى يومنا هذا لا بأس بها تذكيرا لهم ببصمته الأكثر وضوحا في باريس وهو قصا مثل هذه غير صحيحا لأن تذكيرا يعني هذا هل هي مفعول به هل هو حال لا نعرف لأنه لا يوجد لدينا فعل وعلى كل حال هي ترجمة غير صحيح لكلمة Reminders Reminders مقصود فيها ما يذكرنا به ما يذكرنا به يعني أشياء التي تذكرنا به الأثار التي تركها لتذكرنا به فوجب هنا التعديل لأن كلمة Reminders لا تعني تذكيرا تذكيرا غير صحيحا لأنها حال أو منصف مفعول به أو غير ذلك تحتاج إلى فعل أعاد عن ذلك Reminders يعني هي بكل بساطة اسم معنى ذلك أشياء تذكرنا به شواهد مثلا لو قلنا أنا أحاول أن نحافظ على أسلوب قدر الإمكان لا أريد أن نغير أسلوبكم في الترجمة فأحاول أن أقلل قدر الإمكان للتصحيحات بما يلزم فنحاول أن نتلعب تذكيرا له نغيرها فلو قلنا على سبيل المثال إذ تعجوا باريس بآثاره التي تذكرنا به هذه هي الطريقة التي أحبها عادة طيقة توضيحية تفسيرية أكثر ربما لا تحبونها الأمر يعود لكم طبعا لكننا نعجمي الأحوال Reminders يجب أن نعدل ترشمتها وهذا قوس النصر مثلا الأكثر وضوحا لاحظوا كلمة إذ التي وضعتها بكي تربط بين الجملتين وهو محور المدينة يعني لا أريد أن أقول إنها خاطئة لكن ماذا لو قلنا المعلم الرئيسي في المدينة أو الأبرز في المدينة الخيار لكم على كل حال التي بنيت لإحياء ذكره يعني هو التي الآن هناك خطأ في التطابق لأن قوس النصر مذكر التي مؤنث لا يجوز ذلك التي مؤنث لا يجوز بنية يعني أو ممكن أن تقول بنيت على أساس أنها هي الآثار التي عملت لكن هي بنية من أجل قوس النصر لماذا بنية؟ بنية لإحياء ذكرى انتصار هذه نحتاج إلى تعم روحه ليس للحياة يعني هنا لا وجدنا علينا مشكلة تعم روحه دستور الجمهورية الخامسة فالقانون جيد أن كلمة فاء هنا جيدة حرف الفاء جيد لأنه يربط بين جملتين التفسيرية بالنسبة لموضوع الواو لا تترك فراغا بعد الواو لا يجد دينا الولاية إنما الموحد للدولة يونيفورم معناها موحد والدولة معناها ستيت لا يزال صحيحة وما زال صحيحة يعني تركيبان مستخدما وزرعت إصلاحات نابوليون جذورها في جميع نحاء أوروبا ونظام التعليم الموحد للدولة لا يزال أو ما زال قانون نابوليون وضفنا جملة تفسيرية فقط من إجهزاته أيضا الأمر يعود لكم طبعا لا نقول وزرعات إنما نقول مهدت إصلاحات نابوليون الطريق أمام التغيير أو شيء من هذا القبيل في جميع أنحاء أوروبا في بعض الأحيان نضطر إلى التغيير الكلمات لتكون مناسبة باللغة العربية يعني مقبولة لدى القارئ العربي مهدت الطريق لماذا مهدت الطريق؟ مهدت لثورات القرن التاسع عشر طبعا في أوروبا كلها واليوم نحن نضيف دائما أحرف الكوهيسيف ديفايسيس التي نسميها أحرف الترابط اللفظي واليوم تأثير قانون نابوليون واضح في جميع البلدان الأوروبية مبدئيا يعني معظم الترجمة كانت لا بأس بها تعبر عن النص الأصلي مع أننا غيرنا بعض الأشياء لكنكم تذكرون غيرنا بعض الأشياء على أنها خاطئة وغيرنا بعضها الآخر على أنها أكثر سلاسة باللغة العربية والأشياء التي نقول أكثر سلاسة باللغة العربية مثل إنجازاته وغيرها ممكن أن نغيرها بطريقة أخرى حسب أسلوب المتدرب أو حسب أسلوب المتدرجم وهذا لا نتدخل به أبدا بالنسبة للأسلوب مدام المعنى صحيح وسالس ومفهوم وجميل فلا نتدخل به ننتقل الآن إلى الترجمة الثانية الفقرة الأخرى نجد أن المترجمة نسية أن يكتب التنظيم والنسيان هو أكبر مشكلة في النسبة للترجمة على كل حال اسم البرنامج نعم صحيح وهو البرنامج استشاري القانون التابع المكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة جيد أن المترجم حصل على هذا الاسم من الإنترنت ووضعه بين القوسين بالإنجليزي هذا الشيء لا بأس به مجموعة عمل لمزاولين وهناك براكتيشنرز براكتيشنرز معناها مزاولين يعني يختلفون عن الخبراء نوعا ما وهي المجموعة غير رسمية وليس الخبراء غير رسميا يعني الاجتماع هو غير رسمي هنا الآن لدينا عدم دقة في الترجمة المجموعة هي غير رسمية معنى آخر لن تصدر عنها أي قرارات إنما متشاورات تسمى مشاورات حتى يعقولون مثل هذه المجموعة مجموعة تشاورية هناك بعض المصطلحات غير مفهومة لنا لكن لا يفهمها إلى الأشخاص المعنيون بهذا الموضوع مثل ما معنى المساعدات القانونية المتبادلة هذه أشياء أعتقد أن الخبراء وحدهم هم الذين يفهمونها وهذا النص موجه للخبراء أصلاً فلذلك لا نحتاج إلى تفسير ولا توضيح designated المفروض أن تكون معينين نحن هنا في مأزق نحرج لأن كلمة designated هل تعني السلطات المركزية المعينة أم الأشخاص المعينين هذا الشيء صراحة في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نعرفه وأحياناً نغامر نضع فهمنا ونتوكل على الله لا نستطيع أن نفعل أي شيء نؤكد على محرف الواو لا يجوز أن نضع بعده فراغاً أبداً وقد التقت لا داعي لحرف قافة قد التحقيق لا نحتاج إليه الآن التقت ونلتقت المجموعة في فيينا وليس في فينا في فيينا يا يا نون ألف ديسمبر معنى كانون الأول عام 2001 واستقطب الخبراء المشاركون من لدينا المشاركون المشاركة غير موجودة في الترجمة وهذا من الأخطاء التي لا يقبلها العملاء عادة حتى لو كانت كلمة يقول لك ترجمها أنا أدفع لك فلماذا لا تترجمها ونحن في التدريب دائماً نتعامل على أننا نقدم العمل ليس لمدرب إنما إلى عميل نؤكد على همزات الوصل والقطع الأخوة الأكارم هذه من القاعدة الأولى في التحرير اللغوي فيما يتحلق بالكاريبيون والأيشيان فهي ما تسمى منطقة آسيا المحيط الهادئ وليس المحيط التي ذكرت قبل قليل ومنطقة البحر الكاريبي هذه أيضاً منطقة أخرى في العالم مصطلحات يستخدمها الإنمائيون والمرامج الإنمائيين تستخدمها أيضاً التقاليد القانونية المدنية والعامة هنا في الواقع كومن لو معناها المشترك القانون المشترك وهو مهم جداً علينا أن نعرف أن القانون المشترك ينبني على السوابق القضائية أما القانون المدني فينبني على القانون المكتوب ومعروف لديهم المحامون يعرفون أن المشترك هو ما يسمى بالنظام البريطاني أو الأنجلوسكسوني وشارك الخبراء في مجالة البعاة العمل التبع لقدراتهم هناك خطأ أكيد في هذه الترجمة مقصود فيها صفاتهم يعني بأي صفة جاء هل جاء بصفة رسمية أم بصفة شخصية هذه الكلمة واحدة كما تجدون ترجمتها خاطئة وأؤكد لكم أن العميل لن يقبل في الترجمة نهائياً بسبب هذه الكلمة فليس القضية كم عدد الأشياء التي يصلحها بل القضية هي ما أثرها في الترجمة وأثرها على العميل مثل هذه الكلمات لابد من الانتباه إليها دائماً فلابد إذن من أن نشير إلى أنه من الضروري جداً أن ننتبه إلى هذه المستمحات عن طريق تبادل المساعدة القانونية حول الدعاوى القضائية الدولية كيسورك المقصود فيها العمل في القضايا هي كلمة غامضة لذلك لا أرى سبباً في تغيير كلمة الدعاوى القضائية مدام أن هذا المترجم هو الذي اختار هذه الكلمة وحجم العمل القضائي أو حجم العمل بالقضايا ليست من الأشياء المهمة على كل حال نظراً لخبرتهم الشخصية نظراً لخبرتهم الشخصية في تقديم المساعدة القانونية دمجنا هنا الجمل على ما أعتقد لأن هناك كلمة given their wide personal given معناها بسبب أو نظراً لي given يعني بسبب أو نظراً لي إذن نظراً لخبرتهم الشخصية في تقديم المساعدة القانونية ركز على كلمة الشخصية لأن الناشر لهذا المقطع يريد أن يؤكد على أن هذه المجموعة ليست رسمية لن تصدر عنها قرارات ملزمة وإذا لم تصدرت عنها أي مشهورات أو أشياء تعارض القانون فلا أثر لها وشارك في المجموعة خبراء آخرون لم يتمكنوا الحضور إلى فيينا يعني ليس شاركوا بالعمل شاركوا بالحضور هم لعدم تمكنهم مثلاً أو لأنهم لم يتمكنوا وشارك في المجموعة خبراء آخرون ثقافوا هذه الثغيرات كلها الان ستايلية اسلوبية وقلنا وضمت المجموعة خبراء اخرون لم يتمكنوا من السفر الى فينا فشاركوا لان لا اريد ان اركر شاركوا هنا وهناك فقلت ضمت وشاركوا اشياء اسلوبية اما عن طريق مؤتمرات الفيديو او عن طريق مشاركتهم بالتعليق وتقديم الاقتراحات او بالتعليق يعني لا داعي لي عن بالتعليق او بالتعليق وتقديم الاقتراحات مرة اخرى ننتبه الى الهمزات اذا اما عن طريق مؤتمرات الفيديو او بالتعليق وليس عن بالتعليق سنحذفها لاحقا ننتقل الان الى النصبوس الاخرى عندما نتحدث عن التحرير اللغوي نؤكد على العناصر التالية كمحرر اللغوي اول ما نبدأ به هو اولا ان نتأكد من تطابق الرسالة بين النص الاصلي والمترجم لا يوجد هناك معلومات اضافية جوهرية ولا محذوفة جوهرية نتجنب المعنى المضاد مثل تغيير زمن الفعل او النفي والاثبات المفرد والجمع وغير ذلك من امور اضافة الى همزات القطع والوصل والتمييز والمنصوبات والمرفوعات وغيرها نؤكد على التمييز لانه هو من اكثر الاشياء التي يخطي به الانسان انتاكتكا بالانجليزية نعتب عليكم مرة اخرى قلنا لكم عدة مرات لا نستطيع ان نهمل الهمزات وهنا عدا الهمزات هناك اشياء مضجوذة باللون الاحمر بمعنى اخر هناك خطأ في كتابتها هذا الشيء لا نحبه ابدا سنتابع اذا في تصحيحها على هذا الاساس سنصلح هذه الفقرة بناء على المبدأ الذي تحدثنا عنه اولا قرأنا النص بالعربية قرأته بالنسبة لي لم اجد هناك اختلافا جوهريا بينه وبين النص الاصلي من ناحية اللغة الانجليزية والعربية من ناحية المعنى هناك بعض التعديلات I discovered صحيح جليدية لن اختلف معك ابدا في ذلك لو قلت تغطيها الجليد يغطيها الجليد فهي ايضا صحيحة تفسر المعنى بطريقة افضل لكني لن اختلف معك كما قلنا هي اشياء اسلوبية بعض اشياء اسلوبية تحيط بالقطب الجنوبي نعم صحيح هنا لدينا محيط انتراكتك الجنوبي يحيط بهذه البقعة كما قلنا لا نستطيع ان نبدأ الجملة بالفاعل بل نبدأ بالفاعل هذه هي العادة ونربطها بالجملة الاولى فنقول واه مثلا ويحيط بها ويحيط بهذه المنطقة المتجمدة هي اللاند ليست مقعة ولا منطقة انما هي ارض يابسة دعونا ننظر كيف يمكن ان نصلحها اولا وبعد ذلك سنعطي ملاحظة عما يتعلق بكلمة لاند بمعنى اخر يابسة فيما يخصه قارة الانتراكتك القارة الجنوبية القطبية المتجمدة ويحيط بها لا داعي لي ان اذكر الجملة مرة اخرى الكلمة مدام ان هناك ربطا جيدا مع القبل بها مقصود فيها انتاركتكا فاذا لا يوجد اي مشكلة ويحيط بها المحيط الجنوبي المحيط الجنوبي عادة نسمونها المحيط المتجمد الجنوبي كلمة لاند يابسة لماذا وضعت هنا كلمة لاند is frozen land يحيط بها المتجمدة نقول وهي ارض يابسة تعالوا ننظر الى هذه طريقة في الترجمة وهي ارض يابسة يحيط بها المحيط المتجمد الجنوبي حتى هذه اللحظة لم اختلف كثيرا عن الترجمة التي قدمت وهي صحيحة لكن اريد ان اضيف اذا تختلف عن القارة الجنوبي المنطقة الشمالية القطبية الشمالية لماذا لان المنطقة القطبية الشمالية هي في الواقع بحر متجمد وليس ارض اما الجنوبية فهي ارض ومن هنا جاءت كلمة لاند لقد وضعت هذه الجملة الآن التي اكتبها من اجل ان احذفها ليأؤكد لكم انه لا يجوز بالنسبة لنا في الترجمة ان نضيف معلومات جوهرية انا اضفت معلومات جوهرية قصدها الكاتب بكلمة لاند لكنه لم يذكر هذا الكلام تحديدا فانا لا استطيع ان اضيف هذه المعلومات الجوهرية تقع انتراكتك في النصف الجنوبي من العالم لا بأس هي صحيحة هذه الجولة ويبدأ الصيف في تلك المنطقة لو قلنا فيها وانتهى الموضوع لا مشكلة بدل من في ديسمبر في كانون الاول هنا الان مقابل ذلك الشتاء اما الان لدينا تعارض بالنسبة للصيف يبدأ هنا اما الشتاء هناك انصران متعارضان نستخدم بينهما حرف اما اما الشتاء فيبدأ في حزيران وليس في جوع وفي منتصف الشمس تشرق الشمس يوما وليلا يوما وليس يوما يوما تشرق يوما تشرق الشمس يوما من احد الطرق التي يمكن ان نقول وبذلك عندما يحل الشتاء في بلادنا يحل الصيف في تلك المنطقة مثلا او القارة هذه عبارة ايضا اضفتها فقط لكي احذفها لكي اؤكد على انه لا يجوز لنا اضافة المعلومات الجوهرية التفسيرية لا يجوز لدينا ذلك نعود الى الجملة الآن في منتصف الصيف تشرق الشمس يوما وليلا يوما وليس يوما اما في الشتاء هو في الواقع ليست يوما في ليلا انما اقصد فيها في النهار والليل في النهار والليل سنصلح هذه الكلمة لاحقا يوما وليلا غير صحيحة دي او نايت يعني طيلة النهار وطيلة الليل اما في الشتاء فلا تشرق الشمس ابدا اذا هل نستطيع ان نقول في منتصف الصيف لا تغرب الشمس ابدا لا نستطيع او ربما نستطيع لا عرف هذا الشيء تحددونه انتم انت صاحب الناس الذي ترجمته انت الذي تحدده لا نقول تبقى الشمس مظلمة الشمس لا تكون مظلمة انما يخيم الظلام لان الشمس ان كانت موجودة فهي مضيئة منيرة بمعنى اخر ان لم تكن موجودة لا نستطيع ان نقول مظلمة لانها غير موجودة اصلا وعن تاكتك ابرد مكان في العالم نؤكد على همزات الهمزات الوصل والقطع هي القاعدة رقم واحد في القواعد اللغوية في التحرير اللغوي وبعدها يأتي كسر همزة ان نسبيا لماذا كتبنا نسبيا لان المكان قد تكون درجة الحرارة صفرة على الساحل في الداخل ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 فهي ليست دافئة هي قاتلة من البرد لكنها نسبيا مقارنة بغيرها ايضا مقارنة ببقية مناطقها الداخلية تعتبر دافئة مرة اخرى لا نستطيع ان نضيف كل هذه العبارة لانها اضافة جوهرية للناس التوضيحية كلمة نسبيا اعتقد انها تحمل المعنى المطلوب درجة حرارتها ناقص 32 درجة مئوية تحت الصفر لا بد من وضع اشارة المئوية كما تفضلت وهي اشارة صحيحة من اجل ان نعرف انها ليست فهرنهايت لكن المشكلة انك وضع 32 درجة مئوية في الاصل هو صفر مئوية 32 فهرنهايت ربما نصلح هذا النص لاحقا اذا هي ليست 32 مئوية انا 32 فهرنهايت بين قصين صفر مئوية لن تحتاج في تلك المنطقة الى قطع ثج عصير الليمون واذا جرس في الخارج يعني لو قلنا بدا عصير الليمون لتبريد عصير الليمون لا بأس ليست اضافة جهورية اضافة بسيطة من اجل التوضيح وعاكل حال عندما تقول لعصير الليمون لا بأس مفهوما 110 ليست مئوية كما قلنا انما فهرنهايت بين قصين ناقص 80 مئوية يعني هذا هو النص الاول وهو لا بأس به عمليا مع بعض التصحيحات التي نود ان تنتبهونها خاصة مسبتي للهمزات دعتي الان النصوص الثانية التالية النص الثاني هل تعتقد؟ المترجم قال ماذا عن وجود حياتنا على الكواكب الاخرى لن اتدخل باسلوبك اذا اردت ان تترجم بهذه الطريقة هي ترجمة صحيحة قواعديا صحيحة لا يوجد اي مشكلة فيها فلا نريد ان نغير اشياء صحيحة لمجرد تغيير اسلوب لم يتمكن علماء الفلك من ماذا؟ اذا لم يعثر علماء الفلك على نظام شمسي كنظامنا حتى عام 1995 يتكون النظام الشمسي من نجم محاط بكواكب واجسام اخرى لو جاء مترجم وقال انا اريد ان اقول نجم يحيط به كواكب واجسام اخرى لا بس تغييرات اسلوبية لكننا لا نحب الهمزات ان تكون فيها اي اخطاء واكتشفوا 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 علماء الفلك في عام 1995 كوكبا مفعول به منصوب يدور حول نجم بعيد كشمسي كشمسنا لانه بالانجليزية مكتوبة ويجب علينا ان نحافظ على الكلام الوجود like our sun وبهذا يكون العلماء قد اكتشفوا انظمة شمسية اخرى ويعتقد العلماء في زمننا هذا بوجود كثير من الانظمة الشمسية الاخرى في الكون لكنهم لا يعرفون فيما اذا كان هناك حياتهم على تلك الكواكب ام لا كلام جميل ومنطقي حتى اننا لا نحتاج للعودة الى النص الاصلي للتدقيق بل نجد ان المعلومات سلسة جدا فنحن لا لكننا نتمنى منكم ان تضعوا روابط اللفظ لن اضعه هنا لكن اتمنى منكم ان تضعوها فنحن نعرف عن نظام الشمسي اكثر من باقي الانظمة الشمس في منتصفه ويتكون من كل شيء يدور حول الشمس كواكب و اقمار و كويكبات و مذنبات و غازات الاخرى المص التالي هو عن الفقمات عن الفقمات سيلز معناها الفقمات و لو قلت الفقمات فهي صحيحة كما وجدنا في هذه الترجمة لان الرفرنس هنا جناريك كما تحدثنا في الدورة التي التقيت بكم بها المحيطات ايضا عندما تقول المحيطات او المحيط هي واحدة لا يوجد اي خلاف فيها خلافا لقاعدة الجامع و المفرد و المثنى التي تحدثنا عنها في البداية سبب ذلك ان هنا الموضوع نتحدث عن جناريك ريفرنس جناريك ريفرنس طيب العربية ان تذكر المفرد او الجمع نحن الآن نقرأ لا يوجد على ما يبدو اي مشكلة باستثناء كلمة كارز كارز ايضا يعني سيارة او سيارات لا مشكلة جناريك ريفرنس جناريك ريفرنس وهي هل هي سباحة ام سباحة نضع التشكيل على هذه الكلمة لانها مش يعني فيها اشكالية في القراءة نكتب الشدة والفتحة سباحة ماهرة ممتازة تساعدها مرونة اجسامها ووجود زعانها في نهاية ايديها و اقدامها وتستطيع لاحظ وضعنا الان حرف الربط بعض الفقمات السباحة بسرعة 25 ميلا او 24 كيلو مترا كما تملك غيرها القدرة على الغوص لمئات الاقدام نعم كان تملك غيرها القدرة وهذا من المهارات اللغوية التي نثمنها والتي نحبها كان يعني استطيع لكن المترجمة هنا اراد ان يقول تملك غيرها القدرة من ناحية الاسلوب وهنا ننتبه الى ان احيانا النص يفرض علينا اسلوبا معينا في الترجمة وهذا الاسلوب صحيح لان تملك غيرها القدرة على الغوص لمئات الاقدام مدة تفوق الساعتين المعلومات الباقية لا اجد فيها اي مشكلة اطلاقا ولا بأي شك من اشكال اذا اردنا ان نغير فقط نقول لكم الهمزات رجاء مجددا الهمزات هي من اهم القواعد اللغوية عندما نحرر نصا من انجليزية الى العربية عادة عن ذلك لا يوجد اي مشكلة لدينا الفقرة التي تليها لاحظوا هناك فرق في طريقة الترجمة لكن المعنى نفسه بالضبط دون اي مشكلة حروف الربط جيدة فلا يشترط بالتخييم خضاء السابيع في البرية بل بإمكانك التخييم في فناء منزلك الخلفي ايضا كما يمكن ان تقول لك السيارة وليست العربات اذا اردت العربات قل مركبة يعني مركبات لكن هنا السيارة الى كثير من اماكن التخييم ومع ذلك قد تكون الوسيلة الوحيدة الوصولة للبعض الاخر السير على الاقدام حيث لا مجال للعربات هناك ويعد التخييم لا يحبون مدخقوا اللغة العربية لا يحبون يعتبر انما يعد يعني انتهم احرار لكن مدخقوا اللغة العربية انا ارى انهم لا يحبون هذه الكلمة الاشياء الباقية جميلة جدا صلحنا بقية النصوص والان نستعرض التصحيحات بدلا من ان نمشي فيها خطوة خطوة سنتابعها كما لاحظنا هذه الانتاركتكا وضعنا بعض الملاحظات عليها وذكرنا لكم بعض العبارات التي لن نذكرها لانها تغيير جوهري الفقرة الثانية ايضا لم تكن هناك اي مشكلة كبيرة جدا باستثناء كلمة او كلمتين من الاشياء المهمة وتحدثنا ايضا عن الفقامات وقلنا بالنسبة المفرد والجمع فقامات لن تؤثر كثيرا على المعنى هنا خلافا للقاعدة الاساسية لانها جملك هنا بالنسبة لهذا النص الذي صلحناه الان لا يوجد اي مشكلة عدا عن ما ذكرنا اشياء بسيطة جدا ماذا بالنسبة للنص الخاص بالنسبة للعطل الهوليديز ايضا من الترجمات الجيدة والممتازة فقد نغير الاشهر الى اي يار بدل من مايو احبت ان اضع بعض عناصر الربط المختلفة فقد اعطت الفرصة بدلا من واعطت 1960 ماذا وضعنا حرف الاس تصبح الستينيات وغيرها من امور النص الذي يليه يتعلق بقصة عن التمييز العنصري فقط هناك ملحوظة واحدة مهمة ان black people هم السمر ليست الملون على حد علمي تحقق وربعا تكون ملون لكن على ما اعتقد انهم يقصدون فيها السمر الفقرة التالية الخاصة بالنظام الحكم لا يوجد اي مشكلة كثيرة جدا صلحنا عليها بعض الاشياء الفقرة الاخيرة حول ما يتعلق بالبرازيل ايضا لا يوجد فيها اي مشكلة بالعكس هي ترجمة جيدة وموفقة ويعني بذلك لا اعتقد انني اضفت شيئا كثيرا هناك بقي شيء تعلق بالاطفال والرضا وحديث والولادة ايضا قرأتها لا يوجد فيها اي اشكالية بل يمكن تصحيحها دون وجود اي كلمة بهذا نكون قد انتهينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة